يمكن طبعا الفترة الحالية نقدر نقول فيها حاجة إيجابية أو فيه جزء إيجابي توقف النشاط وتعليق مباراة الدوري ده فيما معناه إن كل اللاعبين المصابين في الفترة الحالية هيستفيدوا بعامل الوقت خلال الفترة اللي جاي لأن مثلا لو الموسم كان عينته في شهر خمسة تقدر تقول الموسم انتهى لعدد كبير من اللاعبين لأن عودتهم من الإصابة على الأقل مثلا حمد فاتحة يكون فيه أوائل شهر خمسة أو منتصف خمسة فالموسم بالنسبة لها هيكون انتهى لكن مد أجل الموسم إلى شهر ستة إلى شهر سبعة إلى شهر تمانية الله أعلم طبعا بكرة الواضح هيبقى إيه لأن كل يوم أكيد فيه جديد لكن مثلا إفريقيا دوري أبطال إفريقيا بنسبة كبيرة مؤقتا هناك إرجاء إلى شهر ستة سواء مبارتي السيمي فاينل أو حتى المبارية إن شاء الله فمعنا كده إن حمد فاتحي في الفترة الحالية وبستكمل برنامجه التأهيلي إن شاء الله على شهر ستة أو خلال الفترة الجاية هيكون جاهز لأنه أحد الأعمدة الموجودة في القايمة الإفريقية نفس القياس باب نتكلم في مجموعة لعبين آخرين آه ممكن مش مقايدين في القايمة لكن بنتكلم عودتهم للتدريبات الفترة اللي جاية بعد الشفاء بنسبة كبيرة ده هيساهم إن شاء الله بوجود عناصر قوية جدا وتدعيم قوي لقائمة الفريق خلال الفترة الجاية بنتكلم في ساعد سمير بنتكلم في محمد ده محمود بالإضافة لحمد فاتحي اللي يعتبر هو أقرب اللاعبين بالنسبة للمشاركة خلال الفترة اللي جاية طبعا كريم نيدفيد لسه في مساحة وقت خلال الفترة اللي جاية نقدر نقول أو نقدر نقول إن المرحلة الجاية نيدفيد هي مرحلة الأولى من العلاج الطبيعي طبقا طبعا لي تصرح حتى دكتور خالد محمود طبيب فريق النادي لكن دكتور خالد كان لي تصرح مهم جدا وقال إننا متواصلين مع الأجهزة الطبية المسؤولة عن المصابين في النادي بعد طبعا حظر الطيران خلال الفترات الأخيرة أنه كان في عدد من اللاعبين بيسفروا لاستكمال البرنامج التأهيلي بيسفروا الاتمئنان على العمليات الجراحية التي أجروها خلال الفترات الأخيرة ففي تواصل دائم ومباشر بالنسبة للجهاز الطب للنادي الأهلي مع الأطباء المسؤولين عن تأهيل لعبي النادي الأهلي بعد قرار حظر الطيران خلال الفترة الأخيرة وخاصة يعني حتى منتصف إبريل القادم تحديدا مع ألمانيا خلال الفترة اللي جاي طيب دي جزئية متعلقة بالشأن المحلي الشأن الأوروبي أو الشأن العالمي يمكن سريعا كده أعلقوا على شوية عنوين أو مجموعة تفاصيل ربطة الدور الأسباني بتبحث مع جمعية اللعابين الأسبان سبل استكمال الموسم خلال الفترة اللي جاي فيه سلاس سيناريوهات بالنسبة للمرحلة اللي جاية أول سيناريو أن الدور الأسباني يعود منتصف مايو على أن ينتهي الدوري تلاتين ستة أو خمستاشر سبعة على أكثر تقدير